اشتركوا في القناة مساء الخير مساء الخير عليك زميل العزيز امير يشام برحب بك في البداية ويمكن سنة سعيد عليك بقى وعلى كل مشاهدين وكل جمهور النادي الاهلي ورب ان شاء الله كون انطلاقة طيبة كالعادة وكون انطلاقتنا مبارا بيرامز باذن الله يا رب كل سنة وانت طيب كيمو يعني عايزين طبعا نطمن من خلالك ومن خلال تواجدك معنا على الساعدات الاهلي الأخيرة لمباراة بيرامز الهمة جدا غدا مباراة بالتأكيد امير يمكن زي ما انت يعني مش هنتكلم على اخفقات على قد ما احنا ان شاء الله باذن الله تكون صفحة جديدة وبداية جديدة وانطلاقة جديدة الفريقة للنادي الاهلي محتاجين في هذه المباراة حديدا امور عديدة جدا بيتكلم عليها مستر مارس الكورة المدير الفني الروح شخصية النادي الاهلي انكار الزات امور عديدة بيتكلم فيها في كل التدريبات في كل المحاضرات لان ممكن من خلال المتابعات للمباراة الماضية توفيق بيغيب عننا لكن محتاجين كمان امير يكون عندنا المجود الكبير الفنيش محتاجين احنا نركز بشكل كبير جدا الكورة التانية كان عندنا فيها بعض الصعبات في المباراة الاخيرة كل الكلام ده رغم ديق الوقت لكن الرجل بيحاول انه هو يعني نصح اخطاء لكن انت عارب برضو امير دي الوقت بيسبب مشكلة شوية فالراجل بيتكلم عملي بشكل كبير النظري انت عارف مباراة دي كانت جيدة جدا لفريقة النادي الاهلي امسة طبعا كل اللعيبة لما بتشاركش الراجل بيحاول يحط كل اللعيبة في حساسية المباراة اه يمكن طبعا المباراة انتهت بالنتيجة طبعا ثلاثة واحد لكن ما كسب كتير جدا عمار الحقيقة ممكن ظهر بشكل اكثر من راعي الحقيقة يعني بنتطمن على العمار تحديدا شفناه في تدريبات شفناه في مباراة ودية فبيدينا مؤشر كبير جدا هو ان شاء الله ممكن يكون متواجد لكن بعد مباراة بيرامز لان انت عارف فيه تقني بشكل كبير جدا على كل اللعيبة طبعا الرجع من الاصابات دية ظهرت بشكل جاي جدا على الجانب الاخر مستر كولر مركز طبعا مع كل اللعبين اللي هكون ان شاء الله بإذن الله في قائمة مباراة الغد عودة احمد عبدالقادر اضافة كبيرة جدا خلاص اتطمننا عليه بشكل كبير في التدريبات نهاردة كمان يكون في جرعة تدريبية قوية ليه وياخدها بالكامل ان شاء الله ويعلن جهزيته يكون متواجد مع فريق النادي الالي في مباراة بيرامز غدا بمشيئة اللي على الساد القاهرة الساد القاهرة ان شاء الله نادي الالي تعود على أرضه الأجواء حب لعبة على الساد القاهرة ان شاء الله بإذن الله كل الظروف تكون معنا غدا مع فريقا لنادي الالي في مباراة بيرامز مباراة حسابات عديدة جدا ويا رب ان شاء الله أمير جمهور النادي الالي التذاكر نفزت بالكامل جمهور النادي الالي عنده دور مهم جدا كالعادة الروح والحماس بيستمد النادي الالي قوته من جمهوره جمهور النادي الالي محتاج اللعبة جدا ولعبة النادي الألي محتاج الجمهور في هذا التوقيت لأن احنا مش عايزين نفقد أي نقاط تانية عايزين إن شاء الله بإذن الله نصعد تدريجيا بإذن الله إن شاء الله بإذن الله الحصول على تلات نقاط في كل المبارات ولكل حدث حدث إن شاء الله خلال الفترة اللي جاء أمير أكيد كريم الجزئية المهمة جدا اللي عايزة أسألك عنها وهي كيف تعامل الجهاز الفني في الجانب النفسي والزهني أو تهيئة اللعبين زهنيا قبل مبارات بيرامدز بالتحديد ويا مباراة يعارفين مدى القوة اللي بتبقى فيها أو اللي بيظهر عليها فريق بيرامدز خصوصا قدام النادي الأهلي وكمان بعد النتائج الأخيرة في آخر أربع مطشاط أداء متراجعة شوية نتائج غير مرضية بالمرة فأكيد فيه دور كبير جدا من جهاز الفني في الشق النفسي والتهيئة الزهنية قبل مبارات بيرامدز بالتأكيد يا أمير يعني نقطة مهمة جدا ويمكن هضم الكلام كمان لعبة النادي الأهلي الكبار تحديدا كباتا فريقا للنادي الأهلي لأن المرحلة دي محتاجة الخبرة محتاجة الأحاديث السنائية الجماعية الفردية محتاجة الجهاز الفني يجتمع باللعبين بشكل منفرد وده اللي بيتم التحفيز يمكن بيقوم بيه الكابتن سايد عبدالخفيس كعادته وميستر كولر بيكلم بشكل كبير الكابتن سامي أمصان اللعيبة عارفة أهمية هذه المرحلة خلاص انت زي ما بنقول اللي عادة خلاص مش هنبص له احنا عايزين اللي جاي محتاجين ان احنا يكون انطلاقتنا اقوى من كده الشخصية النادي الأهلي بيفرضها في كل المباريات ويمكن لو بنسترجع عمير مباراة المحلة كنا بنقدي أداء أكتر من رائع فرضنا اسلوب النادي الأهلي وشخصيته كل مباراة لازم يكون بهذا الشكل الروح مش موجودة وعايزين يكون موجودة القلب بكل الحاجات دي يعني مش عايزين نتكلم طبعا على عدد من اللعيبة فقدناها كما بتدينا الروح والأمل الكبير جدا على عصوم أكرم توفيق لكن ثقاتنا كبيرة في كل اللعيبة محتاجين ان احنا انكار الزات مهم جدا لان انت خلاص بتوصل للجون الفينش مطلوب لكن اللي ضامن ان هو يحط الكرة بنسبة 90% دي له نادي الأهلي هو النجم وليس اللعيب فقط لغير فده يمكن اللي بيأكد عليه الجهاز الفني محتاجين كل اللعيبة يكون في التركيز الكبير جدا في التوب فورم توفيق ربنا هيجي من الاكتهاد لعيبة النادي الأهلي بتكتهاد بشكل كبير جدا ان شاء الله بإذن الله ربنا يكون معهم وموفقوا ان شاء الله في مباراة الغد مباراة يكون فيها ندية لها حسابات عديدة جدا لكن ان شاء الله بإذن الله الاختيار يكون موفق لمستمرسي الكولر طيب كريم اخر سؤال مهم جدا بالنسبة لجامهيري النادي الأهلي امتى ممكن نشوف طاهر وبرسي تاو في مران الأهلي وهل ممكن يلحقوا اي عدد من المباريات قبل انطلاق بطولة كاس العمل الانديها بالنسبة لفريق بحيث انهم يكونوا جاهزين في البطولة دي ولا لا يعني لو ببدأ معك بطهر محمد طار يعني هو في المرحلة الأخيرة خلاص يعني قدر اقولك نعدي بس مباراة البرامز والمباراة كمان القادمة ومنها ان شاء الله نبدأ نشوف طهر في تدريبات الجامعية يقدر يلحق كاس العالم بشكل كبير جدا بيرسي تاو ايضا كمان انتعارف الضمة وممكن بتطول شوية امير اصابات الضمة فمحتاجة تقني بشكل كبير هو بيقدي كل البرنامج العلاجي الموضوع منه لكن فيه ممكن تقني بشكل كبير جدا على كل اللعيبة تعارف معنا متسع من الوقت شوية حتى كأس العالم فمحتاجين ان احنا اللعيب مايرجعش يلعب مباراة ثم بعد كده نفقده بشكل كبير لكن طهر بأكدلك ان شاء الله بإذن الله يعني بيقدي أداء مماز جدا خلاص فقص النواب يجري في مراحل 60 و70% فيمكن الامور دي بتطمننا ان شاء الله بإذن الله عقب مباراة بيرامز يبدأ ان هو ياخد جزء من التدريبات ومنها ان شاء الله يرجع المباراة وايضا كمان يكون معا بيرستاو وعمار حمدي كمان اللي بنعمل ان شاء الله بإذن الله كل دور في قائمة نادي الألي في المباراة القادمة ان شاء الله يا أمير ممكن نلاقي عمار بكرة يا كريم ولا صعب يعني بنعمل ان شاء الله بإذن الله لكن هو ممكن لعب مباراة كاملة الحقيقة مباراة متخب غانا طبعا لعب المباراة كاملة وقد أداء مماز جدا فبنترك طبعا هذا الامر الميستر كولر لسه تدريب شغال أمير انت عارف أنا انتظر بس انتهاء التدريب ومنها ان شاء الله اعلان القائمة يارب يكون متواجد لكن زي ما بقولك أمير أمنا في كل اللعيبة ثقاتنا كبيرة جدا فيهم وان شاء الله يكون مكسب للنادي الألي ويعود سلسلة الانتصارات من جديد ويفرح جمهوره اللي عندنا عمل كبير جدا فيه انه يكون مسانك كالعادة ودعم كبير لنادي الألي بإذن الله كريم أنا بشكرك شكرا جزيلا نزل مننا العزيز المميز كريم أحمد قال لنا كل الأخبار تتعلق بالفرقة قبل مباراة الغد الهمة جدا دم بيرميدز كان معنا من خلال مكار النادي الأهلي بالجزيرة وطمننا بشكل كبير جدا يا رب يا رب الأهلي يكون موفق في مرات بكرة وده هيحصل بمساندة جمهور النادي الأهلي بعد توفيق المولى عز وجل بإذن الله حسنا نروح لفاصل سريع بعد الفاصل نرجع نكمل استروني